ما تناجي هو اللي بيناقل الحارس اللي بيلعب ولا المدير الفني ولا بتختلف من جهاز لجهاز بالنسبة لي أنا شخصيا ما تعرضتش للموقف ده إطلاقا طول 30 سنة إزاي الثقة بتتولد بينك وبين المدير الفني بيكتشف إمكانياتك بيقرر يعتمد عليك أو لا يعني إذا كانت أنت شغلك واضح وشافه هو وشاف أن أنت جدير بأن أنت تبقى يعني أنت المسؤول عن المكان ده وهو يريح دماغه فهو بيدي لك المسألة دي لو شاف أن أنت صغير خبرتك قليلة عم يحتاج مساعدة محتاج رأي والرأي الآخر فبيبقى المدير الفني بيتدخل ويبقى لي رأي طول حياتي أنا أنا مشتغلتش مع مدربين كثير على فكرة يعني شغلاني 23 سنة في النادي الأهلي 10 سنة في الإقطاع النشئين و13 مصب مع الفريق الأول عدد مدربين يمكن 7-8 في حياتي كلهم كلهم مدربين كبار يعني لو عدناهم طبعا ديكسي حسام البدري بوم فريير مانويل جوزي رصفالو سيسكو نبيل معلول مستر كوبر مستر أجيري سبعتهم المدربين يعني ما تنقلتش كتير كلهم ما شاء الله أسماء أسماء كبيرة جدا كلهم كابتن أنور سلامة دايما بنسى يعني أنت اللي كنت بتحط حرص البر كان طبعا ليه دور كبير في النادي يعني أنت بالأخ طبعا عشان ما قدرش أقول إن أنا دوري كان مهمش أو ما كانش ليه دور مش قصدي يعني فيه مدير فني يقولك لا أنا هلعب بالحرص ده فيه مدير فني يقولك مستحق دايما دايما الحمد لله كانت تتولت ثقة كبيرة نتيجة إيمانهم بقدراتك ترجمة نانسي قنقر